لم يعد سراً وجودهم في أفريقيا قائد فاغنر يفغيني بريكوجين يقف وسط صحرائها معلناً أنه سيجعل روسيا أقوى درجة الحرارة عدة الخمسين مجموعة فاغنر ستجعل روسيا أعظم في جميع القارات وسنجعل أفريقيا أكثر حرية وستتخلص من كابوس داعش والقاعدة ورجال الإصابات الآخرين نحن نوظف أبطال حقيقيين وسنواصل الوفاء بالمهم التي تم تحديدها لنا قدم في باخموت التي لم عسمه فيها وأخرى في القارة السمراء من أجل التوسع والسيطرة القديمة جديدة واستقطاب مزيد من المرتزقة في ظهور بريكوجين رسالة واضحة فالرجل ما زال القوة الضاربة لموسكو رغم انقلابه عليها قبل مدة دول أفريقية عدة باتت مرتع لمقاتل فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى قوات تقول إنها تدعم مدربين روس وفي ليبيا ألف ومئتان آخرون وفقا للسفير الروسي وهناك مئات المقاتلين في مالي لطالما اختلفت الحجج التي طرحتها موسكو للتدخل في أفريقيا بين شراكات تجارية وأخرى أمنية كالتعاون العسكري والتدريبي تودد موسكو وتدخلاتها في القارة السمراء يفتح لها بابا للمناورة تجاه الغرب وحتى الصين أيضا وينفعها في الأمم المتحدة ربما لكسب أصوات أو تمرير قضايا خلافية وعلى رأسها حربها مع أوكرانيا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر